لما نريد أن نتحدث حقيقة ليس هناك أجمل ولا أرقى ولا أعلى من الحديث بقال الله وقال رسول الله عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام يقول تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تظلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنة يعض عليها بالنواذج فسيرة رسول الله عليه الصلاة والسلام وسيرة أصحابه مليئة بالأحداث التي تكون فيها خصومة حالهم كحال البشر الرسول عليه الصلاة والسلام كان هناك يهودي يريد أن يختبر ويجد في علامات نبوة محمد عليه الصلاة والسلام في كتبهم بعض العلامات ووجدها في رسول الله إلا علامة واحدة التي هي لا يزيده إغضابه إلا حلما كل ما أغضبت النبي عليه الصلاة والسلام كل ما يزيد حلم كل ما تغضبه كل ما يزيد حلم وهذه لا يستطيعها إلا نوادر الرجال فأتى إلى رسول الله وقد كان قد أقرض رسول الله مالا فأتى إليه فقال أعطني مالي إنكم يا بنو طالب قوم مطل يعني تخيل يدخل على الرسول عنده عمر بن خطاب هو سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام ويجي التهمة بهذا الاتهام أعطني مالي إنكم يا بنو طالب قوم مطل عمر بن خطاب رضي الله عنه وأرضاه لم يتحمل قال يا رسول الله دهني أقطع عنقه هذا الذي لا يتأدب في مجلس رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال النبي عليه الصلاة والسلام كان عليك يا عمر وكما قال عليه الصلاة والسلام أن تأمره بحسن الطلب وتأمرني بحسن الأداء شوف كيف النبي عليه الصلاة والسلام تعامل مع الموقف يا عمر أمره بحسن الطلب يعني فليكن طلبه جميل في طلب حقه وأمرني أنا أو انصحني بحسن الأداء يعني أعطيه حقه فأمر بلال رضي الله عنه أن يعطيه ماله من مال فبعد ذلك قال يهودي إنما والله أردت أن أستبين هذه العلامة التي وجدناها في كتبنا أنه لا يزيدك غضابك إلا حلما أما أنا فيقول فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وكثير من القضايا سبحان الله تبدأ يعني كبيرة فلما تستقبل باستقبال طيب من المتخاصمان يصير بعدها ألفة ويصير فيها مودة ويصير فيها تآخي ومحبة دائمة فدائما بعض القضايا تبدأ ولكن سبحان الله إذا استقبلها المتخاصمان استقبال جميل طيب تنقلب إلى إن شاء الله مودة ومحبة ويقولوا ما به محبة بعد عداوة ما به محبة إلا بعد عداوة والله يجعل محبتنا بدون عداوة اللهم أمين